ننتقل إلى ألمانيا مشاهدين حيث يزداد الجدل والنقاش يوما بعد آخر في الأوساط الأكاديمية والجامعات في المخاوف على مستقبل العلم وحرية التعبير في البلاد التصعيد بلغ ذروته عندما وقع كثير من أعضاء هيئة التدريس في ألمانيا وقع عفوا في هيئة التدريس في ألمانيا على رسالة مفتوحة تعريب عن الاستياء من عنف الشرطات تجاه الطلاب المحتجين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وزارة التعليم والبحث العلمي ردت على البيان بفتح تحقيق بحق الأكاديميين الذين وقعوا على الرسالة المفتوحة والتهديد بأن الوزارة ستدرس إمكانية قطع التمويل الممنوع للأكاديميين الموقعين على البيان ليأتي الرد من أكثر من ألفي أكاديمي ألماني أو ممن يدرسون في الهيئة الأكاديمية الألمانية الذين وقعوا على بيان جديد يطالبون فيه وزيرة التعليم والبحث العلمي بتينا شتارك فاكس كينجر بالاستقالة من منصبها معتبرين أن الوزيرة تصرفت تصرفا غير بستوري بعد توجهها لدراسة قطع الدعم المالي عن الأكاديميين الداعمين للطلاب المحتجين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة البيان الذي أغضب الوزيرة كان أكاديميا ومنهجيا إذ جاء فيه في الذكرى الخامسة والسبعين باعتماد الدستور يواجه العلماء في ألمانيا هجوما غير مسبوق على حقوقهم الأساسية أن طلب إنهاء الدعم المالي يتناقض مع كافة مبادئ حرية التعليم الأكاديمي المكفولة دستوريا وذكر أيضا البيان أن التحقيق مع الأكاديميين يدخل في نطاق مسؤولية الولايات وأن القانون الجنائي لا يدخل في نطاق مسؤولية الوزارة ختم الباحثون وأساتذة الجامعات بيانهم بأن مجرد ظهور قيود للدولة على النقاش العام الحر يلحق الضرر بمجتمعنا الديمقراطي وبسمعة ألمانيا كمركز علمي عالمي مؤكدين أن استمرار وزيرة التعليم في منصبها وفق هذا المصار أمر لا يطاق في وواقع التواصل تفاعل كبير خاصة في الأواسط الألمانية الناشط ليوناردو جانز كتب التراجع الديمقراطي في طور التكوين من قبل الوزيرة وحزبها الليبرالي وأنا بالتأكيد أشعر بالانزعاج لدى قراءتي هذا أما دانييل باسكال وهو دكتور استاذ في علم الفلسفة فيقول إذا كان كل من ينتقد وزير التعليم الاتحادي معاديا للسامية فأن القراءة بنية طيبة ليست ممكنة يشار مشاهدين إلى أن الوزارة سألت الأكاديميين عن سبب دعمهم الطلاب المتضامنين مع فلسطين وطلبت منهم توضيحا دفاعيا بهذا الخصوص